مدرعات ومركبات عسكرية معززة بالطائرات المسيرة وحضور لقوات الحرس الثوري الإيراني ضمن تحركات عسكرية إيرانية على طول الحدود مع كردستان العراق فضلا عن نشر طائرات تصوير استطلاعية في مناطق بنجوين وكويسنجيق ورانية التي تنتشر فيها الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة إيران سبق أن هددت بتدخل عسكري واستئناف الهجمات الصاروخية إذا لم ينفذ الاتفاق المبرم بين طهران وحكومة بغداد الذي يقضي بخروج المعارضين الإيرانيين الأكراد قبل التاسع عشر من شهر أيلول الحالي في الوقت الذي تصرح فيه حكومة السوداني أنها ستمنع وجود أي جماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار وسلامتهم إلا أنها لا تمتلك استقلالية القرار وتؤكد تبعيتها لإيران وتثبت بوضوح ازدواجية التعامل في وقوفها خاضعة ذليلة أمام تهديدات إيران في إخراج المعارضة الإيرانية من العراق في حين تتجاهل المطالب التركية المتكررة بإخراج ميليشيا بككا المصنفة إرهابيا من العراق بل هي تدعم تلك الميليشيا التي ترتبط بميليشيا الحجد ارتباطا وثيقا في حين كشفت جماعة كادحي كردستان الإيرانية المعارضة عن بدي إخراج أفرادها المتمركزين على حدود كردستان العراق المحاذية لإيران مؤكدة أن إيران تحشد قوات كبيرة على الحدود مع العراق مجهزة بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة وأنها تهدف إلى احتلال أراضي في كردستان العراق باستخدام ذرائع كوجود الأحزاب الكردية المعارضة لطهران الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 جعلت من أراضي العراق مسرحا لتصفية الحسابات التي يدفع ثمنها العراقيون من دمائهم وثرواتهم وأراضيهم